حوادث عديد تشهد الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي ططوان وشفشاون غالبا ما تكون مميتا الحالة المتداهورة للطريق تعد من بين أبرز أسباب الحوادث فالصائق تعطارد طريقه عدد من الحفر والتشققات من مختلف الأحجام بالإضافة إلى الجوانب المتآكلة والحدة إلى جانب المنعرجات الضيقة تتسم الطريق أيضا بالميلان في جزء كبير منها وتسبب انزعاجا لمرتديها خصوصا والطريق تستعمل بكثافة من طرف الشاحنات والحافلات مما يؤثر على انسيابية حركة السير بصراحة شوية يعني ضيقة بنسبة يدوك بساج ولكن بنسبة لهم كيصحوا فيها واحد شوية يعني كان شوية حفاري هكا شوية سكوت من شاء الله طلبهم يصابوا هذا يعني كان أحسن هذا المحور الطرقي الهام يشهد اليوم في بعض مقاطعه عملية تثنية الأشغال انطلقت سنة 2015 وكان من المقرر أن تنتهي عام 2018 لكن صعوبة هذه المنطقة وعدم استقرارها الجيوتقني على حد تعبير الوزارة الوصية مدد أجل الانتهاء من الأشغال إلى غاية 2019 حيث أن الأشغال تنجز بثلاثة مقاطع بقيمة مالية تصل إلى ستمائة مليون درهم هناك دراسات لازالت في طور الإنجاز وأنه بالنسبة للشطر الأولاني عين تاهي ما تم غشت 2017 فيما انطلقت أشغال الشطر الثاني اللي كيرمتوا بين جماعة من قريش وضع وجماعة الزينات وأنه أشغال إخلاع محرم الطريق جارية كذلك هذا البرنامج كيضم تثنية قنطرة على ود مرتيل والدراسة في طور الإنجاز وفي انتظار الانتهاء من مشروع تأهيل الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون يتوجب على مستعملها توخي الحيطة والحضارة والالتزام بقوانين السيرة